ونذهب مباشرة إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكية أنثني بلينكين الذين هم بأمس الحاجة إليها وكنت قد أجريته مؤتمرا مع زملائي في قبرص وقطر ومصر والأمم المتحدة من أجل تنسيق الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذا الممر البحري وبالتعاون بصورة لزيقة مع إسرائيل بمجرد إنشاء هذا الرصيف في البحري سوف نستطيع تقديم ما يزيد عن 2 مليون وجبة الطعام بالإضافة إلى المياه والدواء إيطاليا وهولندا ومجموعة من الدول الأوروبية تدعم تلك الجهود هذه مسألة قد تستغرق ردهة من الزمن إلى حين أن تنفذ لكننا نعمل على تسريعها قدر الأمكان وأود أن أشدد هنا أنها هي عامل مكمل وليس بديلا عن تقديم المساعدات الإنسانية البرية إلى غزة وخاصة أننا نسعى لإيجاد كافة السبل لإدخال المساعدات للمحتاجين لكن هذا الأمر سوف يسد الفجوة وهذا جزء من سياستنا وستراتيجيتنا لفعل كل شيء ممكن وبكل السبل من أجل تقديم المساعدات للمحتاجين برا بحرا أو جوا كما تعلمون الولايات المتحدة تتولى قيادة الجهود منذ البداية من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين وكان لدينا تقلبات وفترات انقطاع ومع ذلك فإننا رأينا في الفترة الحالية أن المساعدات الإنسانية من خلال رفح ومن خلال معبر كرم شلوم بدأت تعود إلى المساويات التي كانت عليها قبل أسبوعين حوالي 200 شاحنة اليوم الأمس برنامج الغذاء العالمي استطاع أن يستأنف تقديم الغذاء لغزة وكذلك المغرب استطاعت أيضا إدخال مساعدات عبر معبر كرم شلوم هذا الأسبوع المساعدات عبر شمال غزة من خلال البوابة رقم 69 ولدينا هناك كميات من الدقيق تدخل عبر ذلك الميناء وسوف نضمن بأن عمليات التفتيش سوف تكون سريعة بحيث نستطيع أن نزيد المساعدات من الأردن إلى غزة وهذا طريق أساسي للإمدادات لذا هناك تحرك وتحرك إيجابي لكن يبقى غير كاف حتى اللحظة إسرائيل لا يزال يتوجب عليها أن تفتح نقاط وصول قدر الإمكان وضمان بقائها مفتوحة لتأكد من استمرارية دخول المساعدات إن زيادة قدرة هذه المساعدات وخاصة عبر معبر كرم شلوم حيث يمكن فعل المزيد لإدخال قدر أكبر من المساعدات وتخفيف القيود على بعض المنتجات الأساسية سوف يكون أساسيا بشأن ما يمكن إدخاله وما لا يمكن إدخاله في ظل القضايا اللوجستية لكن لا بد لنا أن نرى المزيد من الأتساق في هذه الإجراءات وكما قلنا بأنه من الضرورة أن نتأكد من الأشياء التي تدخل إلى غزة وبمجرد وصولها يجب أن تذهب إلى الأشخاص المحتاجين إليها بصورة أساسية ونعمل على تحسين الاتصالات وعدم الصدام مع المنظمات الإنسانية التي تعمل ولها دور أساسي من قبيل الشراكة بيت القصيد هو أننا بحاجة لرؤية كما وصفنا مناطق إدخال لهذه المساعدات الإنسانية بحيث يمكن الوقوف على جملة من الأمور المهمة أولا وقبل كل شيء أنها سوف تقدم الطمأنينة للأشخاص المحتاجين إليها لكن هناك تحديات تواجهنا فمثلا إعدام القانون وعدم الأمن كلها ضواهر منتشرة في غزة وعندما نضع هذه الأشياء مجتمعة نصل إلى حالة بأن مثلا بعض المساعدات تدخل والناس المسؤولين عن الشاحنات يقومون بالسرقة والنهب والسلب لهذه المساعدات والمواطنون العاديون الذين هم في ظل غياب هذه المساعدات فأنهم يعتقدون أنها تلك هي فرصتهم الوحيدة للحصول على رغيف خبز عند مشاهدة تلك الشاحنات لكن عند وجود مسألة إمداد مستدامة فهذا سوف يعطي الناس الطمأنين والثقة بأن الغذاء موجود وسوف يستمر في التدفق ويمكنهم الاعتماد عليه وهذا سوف يخفف من انعدام حالة الأمن وحالة انعدام القانون وسوف يؤثر على انخفاض الأسعار والوقوف في التوقف عن سرقتها وبيعها في السوق السوداء والممارسات الشبهة بذلك في ظل ما قلنا أنه رغم جهودنا لرفع المساعدات الإنسانية وفقا لكافة السبب الممكنة الطريقة الفعالة الوحيدة تتمثل في وقف لإطلاق النار وخلق بيئة تكون مؤاتية لإدخال المساعدات وهناك مقترح على الطاولة في الفترة الحالية ولكن السؤال هو هل حماس سوف تقبل بهذا المقترح؟ هل حماس ترغب بإنهاء المعاناة؟ السؤال مطروح ولكن أستطيع أن أخبركم بأننا ننخرط بشدة في كل يوم وعلى مدار الساعة مع قطر ومصر من أجل الوقوف على مسألة وقف إطلاق النار وأطلاق سراح الرهائن وأدخال المساعدة وكذلك خلق مسار إلى حل أمني مستدام الرهائن سوف يبقون في مركز اهتمامنا وفي قلوبنا وقد علمنا للتو بأن أحد المواطنين المزدوجي الجنسية الأمريكيين الذين خططوا في السابع من أكتابر قد قتل في السابع من أكتابر اجتمعت مع أسرته عدة مرات إذن مشاهدين نكتفي بهذا القدر لكلمة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين حول المساعدات وآليات التنصيق والتوزيع لها اشتركوا في القناة